مرحبا بكم سعيدة بلقياكم كما شاهدتم في العنوان فيديو اليوم بعد إعلان حكومة فرض الحجر الليلي خلال شهر رمضان وذلك ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية السادسة صباحا تساءل كثير من المغاربة عن مصيره صلاتي العشاء والصبح وكذا صلاة التراويح وفي تصريح إعلامي كشف الدكتور مصطفى بن حمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة أن صلاة التراويح سيتم منعها خلال شر رمضان وعلمت الجريدة من مصادر عليمة أن بعض الأئمة والقيمين الدينيين توصلوا أمس برسالة تؤكد أنه ابتداء من ليلة رمضان وطيلة الشهر الكريم ومباشرة بعد أداء صلاة المغرب ستغلق المساجد لصلاتي العشاء والصبح بعاء الاستمرار في رفع الآدان للإعلام بدخول وقت الصلاة وفي انتدار بيان رسمي من الوزارة الوصية على الشأن الديني فقد سبق الحكومة أن طالبت المجلس العلمي الأعلى الإدلاء برأيه في مسألة إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان أو تعليقه ولم يصدر عنه أي بيان حول الموضوع